يعني اليوم رح نحكي أنا وإياكم عن نوعين من العلاجات زمان زمان كنا نشوفوا إشي غريب علينا اسمع شو بيكمل اسمع شو بيكمل الكمليمنتري مادسين هو النوع الآخر طب الأطباء ووضع اختلافي عم يكون شي تغير طب شو صار؟ كل الأطباء كانوا شكاكين بفعالية الطب التكميلي شو ملف فودار بتظلها قطعة وعليها أكمل سؤال والقطعة قدام عيونها أخواني وخواتي الله يسعد مساكم يا رب ويعطيكم الصحة والعافية اليوم بدنا نبدأ بأول قطعة الآن معنية في الوحدة الثانية إن شاء الله لسبب أو ما جزء كبير بتعاني من هاي القطعة والسبب واضح أنه مصطلحاتها علمية لكن بإذن الله رح نلخصها بطريقة كثير فنية ورح تنال إعجابكم وتسهل عليكم عملية فهم القطعة عنوان قطعتنا لليوم هو إشي اسمه كومبليمنتري مادسين كومبليمنتري مادسين لأن كومبليمنتري مادسين المقصود فيه الطب أو العلاج التكميلي التكميلي يعني نوع العلاج هذا اللي هو الكومبليمنتري مادسين نوعه يكمل اللي هو العلاج أو الطب الأساسي يعني اليوم رح نحكي أنا وإياكم عن نوعين من العلاجات عشان نفهم القطعة صح حيكون فيه عندنا النوع الأول اللي هو طب الأطباء الأدوية واللي بروح بدرسوه ثمان سنوات وعشر سنوات في جامعات عشان يحصلوا على شهادات طبية ومسمى الدكترة اللي هو الدكتور هذا الطب الأساسي الكومبليمنتري مادسين هو النوع الآخر هو الطب التكميلي شو قصدنا فيه له طب الأعشاب طب الحجامة الوخز بالإبر العلاجات اللي ما كان معترف بيها على أساس أنها طب أطباء كان الطب جدودنا الطب القرى الطب اللي ما كان بده دراسه يعني بمعنى آخر بناء على تجربة بنصنف أنه والله هذا الشيء المرمية بتعالج مثلا وجع البطن مثلا إشي زي هيك فالآن هذا هو الطب التكميلي هذا اسمه إياش الطب التكميلي والطب الأطباء هو الطب الرئيسي الآن خلاصة قطعتنا وشغلها أنه شو بده يعمل لنا بده الآن يوضح يوضح الشي اللي بينهم بعدين يبين أهمية الاثنين وآخر شي يحكي لنا أنه اثنيناتهم مع بعض بيكملوا بعض لأنه الكومبليمنتري مادسين من اسمه الطب التكميلي معاته هو يكمل طب الأطباء هيك رح تكون خلاصة القطعة إن شاء الله فالفكرة وين؟ أنه الكومبليمنتري مادسين هيكون له أنواع يعني أنواعه رح تذكر رح يكون فيه ثلاث أنواع مذكورة في القطعة رح نكتبهم أنا وإياكم على جنب لأنه الأنواع هاي رح نكتشف أنا وإياكم أنه فيه نوعين مذكورات بفقرة والنوع الثالث مذكور بفقرة الثالثة فإحنا بدنا نلمهم مع بعض عشان لو إجاك سؤال أو إجاك سؤال وقال لك أذكر ثلاث أنواع من الطب التكميلي اللي هو الكومبليمنتري مادسين على السريع نعرفهم الآن هاي شغلة شغلة رقم اثنين الطب التكميلي يا إخواني في القطعة هيكون له مسمى آخر يعني مش هيكون بس اسمه الكومبليمنتري مادسين لا هيكون فيه اسم ثاني بيحكوله النون كونفنشنال تريتمينت النون كونفنشنال تريتمينت هو نفسه نفسه الكومبليمنتري مادسين بس اسم ثاني يعني كيف محمد وحمودة هذول نفس الشيء الآن الفكرة وين؟ بدنا نعرف أنا وياكم المسميات هاي نعرف كل مسمى تابع لمين نعرف الأنواع وبس يعطيكم العافية انتهى الموضوع كحفظ كحفظ ما في داعي أحفظ لأنه أصلا الفقر راح تكون قدامي عيوني يوم امتحان الوزارة فأنا راح أقدر أطلع الإجابة حسب الشرح الراح نشرحها فالآن بيحكي لي كومبليمنتري مادسين الطب التكميلي هل هو حقا؟ هل هو حقا حل بسأل هل الطب التكميلي طب الأعشاب طب الوخز بالإبار كل الأمور اللي هي بنعرفها إحنا حسب عادات وتقاليد معينة هل هي حل لعلاج أي مرض مثلا هيك عنوان القطعة هل هي حل لأي شي الآن بدنا نعرفه ونشوف فبسم الله الرحمن الرحيم نركز بالفقرة الأولى لأن الفقرة الأولى عليها أفكار كثير مهمة إخواني بيحكي لنا Most doctors Most doctors معظم الأطباء ركزوا معظم الأطباء معظم الأطباء الآن معظم الأطباء كانوا مالهم شكاكين طب ياحمد معظم الأطباء كانوا شكاكين بشو من هون نبدأ بشو الآن شكاكين على شو عن إشي اسمه فعالية إشي اسمه هوميوباثي هوميوباثي هاي واحد إشي اسمه الأكيوبنتر هاي اثنين أكيوبنتر هاي اثنين وبيكمل بيقولنا وأشكال أخرى وأشكال أخرى من الكومبليمنتري مادسن اللي هو من الطب الايش الطب التكميلي الآن أعيد عشان نفهم شو حكينا معظم الأطباء اعتادوا أو كانوا شكاكين على ايش على فعالية إشي اسمه الهوميوباثي اللي هو الطب التجانسي الآن بدناش ندخل بتفاصيل نقول نحكي آه إيش هو الطب التجانسي بشكل سريع الآن الآن لما يكون أنا مثلا على سبيل المثال انقذيت من لسعة حية تمام الآن زمان كانوا مثلا يأخذوا من الحية شي معين اللي هو منسمها يعني ويعالجوا لدغتها بسمها هذو الطب التجانس إنك تعالج الشي بالشي المسبب لإله يعني شو سبب الألم اللي أنا فيه والله لدغت الحية الآن بروع لدغت الحية بوخد سمها الآن وبيحطه بطريقة معينة عشان إيش عشان يخل نحكي يعالج الألم الآن فيه هذو تضب التجانس إنك تعالج الشي بالسبب اللي أدى لإيش للألم والأكيوبنشر يا أخواني اللي هو الوخز بالإبر الوخز بالإبر يعني كيف الإبر الصينية كيف الحجامة هو المقصود فيه الأكيوبنشر مسمى لعلمي الأكيوبنشر الآن تفاصيلها اللي هي الإبر الصينية عندنا الحجامة وقس على ذلك الآن بيحكينا إنه الأطباء مش كلهم ديروا بالكم معظمهم معظم والله العظيم إنه معظم الأطباء مش كلهم لأنه ممكن أنا أسأل وأقول كل الأطباء كانوا شكاكين لأن خطأ معظم الأطباء كانوا شكاكين صح فمعظم الأطباء كانوا شكاكين على فعالية مين الطب التجانسي تمام وفعالية مين اللي هو الوخز بالإبر وكملوا شو بيقول وأشكال أخرى من الطب التكميلي وأشكال إيش؟ أخرى من الطب التكميلي معنى الحكي هذه يا إخواني أنه الهوميوباثي اللي هو الطب التجانسي والأكيوبنشر اللي هو الوخز بالإبر هم أشكال من مين؟ أشكال من الكمليمنتري مادسن لأنه لما يحكينا والله الطب التجانسي كانوا شكاكين فيه والوخز بالإبر كانوا شكاكين فيه وكمان في أشكال ثانية من الطب التكميلي كانوا شكاكين فيها معناته واحد واثنين هذول اشكال ايش يعني اشكال فورمز فورمز يعني اشكال اشكال الطب التكملي يعني لو سألتك سؤال الان اذكر يعني mention او name او list in two forms شكلين two forms من شو من الكمليمنتري مادسن فورا تكتب لي هوميوباثي واحد والي هو الاكيوبنشر اثنين يا استاذ انت قلت فيه ثلاث ما انا عارف اني حكيت ثلاث وقلت لكم فيه اثنين موجودين مع بعض هايهم والفقرة اللي تحت رح نلاقي انا وياكم الشكل الثالث من اشكال من الكمليمنتري مادسن فمبدعيا هاي واحد وهاي اثنين هاي واحد وهاي اثنين ارجع اسأل سؤالي هل كان كل الاطباء شكاكين لا most doctors جاوبني بالانجليزي most doctors كانوا شكاكين هاي نقطة نقطة رقم اثنين اخواني بدي اكبرها عشان تشوفوها الان الكلمة هاي كلمة skeptical skeptical لاحظوا السكاكاكاكاكاكاكا السوت هذا صوت هو كي الصوت اللي هون صوت هو ايش كي لكن شو مكتوب عندي حرف السي فالكلمة هاي اللي هون مهم جدا نعرف كتابتها ليش؟ لأنه بكرة في سؤال الإدتينج لو بدي يجيب لك الفقرة هاي بدي يكون كاتب لك كلمة سكابتوكل حرف السي بيكون حطه ك فلما يكون حطه ك الصوت صح يا عمي سكا سكا سكابتوكل طب صح صوته ك أبنعرف أنه صح بس في الكتابة بتنكتب إيش بتنكتب سي مش ك فبدنا ندير بالنا في الإدتينج بيجيبوها والكلمة مهمة ركزولي عليها الآن هاي أول إيش ملاحظة الآن كلمة validity معناها فعالية validity بمعنى فعالية homeopathy اللي هو الطب التجانسي الآن acupuncture اللي هو الوخز بالإبر acupuncture اللي هو الوخز بالإبر ممتاز الآن إخواني بعد ما حكالنا أنه الأطباء الآن إحنا بنحكي عن فترة زمنية في الماضي ليش؟ لأنه حكالي اعتادوا يعني كانوا معظم الأطباء فلاحظوا أنه هذا أول مشكلة بنواجهها لما نحكي عن طب الأطباء والطب التكميلي لأنه كمان شوي بدي يكون في عصرنا الحالي بدي يذكرون لنا تغيرات لما نحكي تغيرات يعني أشياء كانت في الماضي وفي عصرنا الحالي تغيرت فأول أول إشي كان في زمان اللي هو أنه معظم الأطباء ما كانوا مقتنعين كانوا شكاكين يعني ما كانوا يعني ما كان عندهم ثقة اتجاه من اللي هو الطب التكميلي فهذا أول إشي كان زمان ورح نكتشف كمان شوي أنه المفهوم هذا تغير يعني زمان صح كانوا شكاكين لكن الآن بطلوا شكاكين هيك راح يقول لي فهي أول نقطة إنه معظم الأطباء كانوا شكاكين بفعالية إيش هو اللي هو الطب التجانسي واللي هو الوخز بالإبر وأشكال أخرى من الطب التكميلي تمام تمام إذن هاي أول شغلة تعرفنا عليها في القطعة الشغلة الثانية اسمعوا شو بيحكينا فيها بيحكي لك if patients patients بمعنى المرضى إذا المرضى الآن wanted أرادوا لاحظوا بيحكي عن زمن ماضي يعني بيحكي عن شغلات كانت زمان وكمان شوية راح يقولنا كيف تغيرت الآن الشغلة الأولى خلصناها إنه الأطباء معظمهم كانوا شكاكين الشغلة الثانية بيحكينا إذا المرضى أرادوا الآن to receive أن يحصلوا إذا أرادوا المرضى أن يحصلوا على هذا النوع على هذا النوع على هذا النوع أي نوع من non-conventional treatment الآن أنا وياكم عم نحكي عن الطب التكميلي صح؟ فلما يحكينا إذا المرضى أرادوا إنه يحصلوا على هذا النوع أي نوع أكيد complementary medicine اللي هو الطب التكميلي لكن لاحظوا المعلومة هاي اللي هون قال لك of non-conventional treatment الن-non-conventional treatment تكتبو لي فوقيها اللي هو إيش complementary medicine أكتبو فوقيها complementary complementary الآن medicine ليش كتبنا فوقيها complementary medicine لأنه في البداية حكيت non-conventional treatment هي نفسها نفس من complementary medicine يعني محمد وحمودة اثناناتهم نفس الاسم إذن complementary medicine لما أقول complementary medicine بدي يخطر في بالنا على السريع non-conventional treatment إخواني وخواتي ركزوا معي قلت non-conventional treatment لأنه كمان شوي رح نشوف اسم لطب الأطباء بشبهه الفرق بينهم إنه هذا اللي هون فيه non اللي فيه زيادة هو اللي بيكمل يعني إذن هذا تكميلي نقطة انتهت فالآن non-conventional treatment فالآن إذا أرادوا المرضى أي مريض في هالزمنات كان حابب يحصل على هذا النوع من العلاج والله أنا التعبان بدي رح أخذ وخز بالإبر بدي رح أخذ كاسات صينية بدي رح أشرب لعشبة معينة فإذا أنا كمريض في الزمنات كنت بدي أحصل على هذا النوع من العلاج اللي هو العلاج التكميلي اللي هو complementary medicine اللي هو نفسه نفس مين نفس الconventional عفوان non-conventional treatment الآن هذول الثنتين نفس بعض شو بسوي بحكي they used to اعتادوا على من هم اللي اعتادوا على اللي هم الpatients عم بحكي عن مين عن المرضى اعتادوا على شو الآن have to consult اعتادوا على إيش استشارة consult بمعنى استشارة الآن المرضى زمان لما كان بدهم يحصلوا على الطب التكميلي كان لازم يروح يستشيروا شخص الدايا العطار العطار تمام الآن الدايا والعطار هذول ايش من جماعة الوخز بالإبر ومن جماعة الأعشاب ومن جماعة الشغلات هاي اللي الطب الغير مدروس يعني الطب الغير مدروس فلما كانوا المرضى بدهم يحصلوا على هذا النوع من العلاج اللي هو complimentary medicine أو non-conventional treatment كانوا يروحوا يستشيروا اشي اسمه private practitioner practitioner بمعنى ممارس خاص والمقصود بالممارس الخاص يا أخواني ويا أخواتي اللي هو العطار اللي احنا بنعرفه اسمه العطار يعني أنا لما بدي أروح على العطار أقول له يا عمي والله أنا عندي مثلا التنفسي شوي هيك ضيق مثلا في فترة الربيع بقول لك خذ هاي بابونج روح يعمل لك مثلا تبخيره وتستنشقها هو هو ممارس خاص بالمهنة معناته هو عنده خبرة يعني ممكن يجع عليه 300 واحد عندهم نفس المشكلة مثلا مش قادر يتنفسوا في الربيع أو إشي زي هيك لأن نصهم زبطت معه فهو بناء على اللي زبطت معهم بقول لك يلا خذ بابونج واطلع مثلا فبالتالي ممارس خاص إذن المرضى لما كانوا بدهم يحصلوا على complementary medicine أو على non-conventional treatment كان يستشيروا من a private practitioner ممتاز احكوا معاي a private practitioner ممتاز الآن هذا ال private practitioner شو بيحكيلي who was والذي كان منه الذي كان اللي هو ال private practitioner اللي بيروحوا المرضى يستشيروهم هذا ال private practitioner كان من المحتمل أن لا يملك من المحتمل أن لا يملك a medical degree شهادة مالها شهادة طبية عمرك شفت عطار حامل شهادة قبل 40-50 سنة لا العطار كان يكسبها من جده من أبو كان يأخذها على من جده لأبو لإله والآن ومحل العطار يظلوا فاتح فالآن كان يأخذ التجارب هاي ويسمع ويتعلم من السمع بس هل كان معا شهادة عمرك ودخلته على عطار لقيته حاط شهادة جامعية من هارفرد مثلا لا أكيد لا أو من الجامعة الأردنية لا ليش أن العطار كسب الخبرة من التجربة من التجربة فهذا الشي كان شي ينتقدوه الأطباء بهالزمانات الآن لاحظوا لغاية اللحظة هاي بقراءتنا اكتشفنا أنه في شغلتين كانوا زمان عم بيصيروا أول إشي معظم الأطباء كانوا شكاكين بفعالية الطب التكميلي ونقطة رقم 2 أنه المرضى كانوا يستشيروا ممارس خاص الممارس الخاص ما كان معا شهادة طبية ما كانش معا شهادة طبية ممتاز الآن بيجي بيحكي لي هون however بعد ما انتهى however قلنا however وظيفتها تبين تناقض يعني اللي قبل however بدي يكون عكس اللي بعد however الآن however شو وظيفتها to show أو to express a position to express a position ممتاز فبيحكينا بالرغم من هذا الحكي كله أي حكي أنه معظم الأطباء شكاكين بالطب التكميلي أنه كمان أنه المرضى إذا بدهم هذا النوع من العلاج كان يستشيروا ناس معهم الشهادات بالرغم من كل هذا الحكي بيحكينا in recent years في السنوات الحديثة القليلة هاي اللي مرت علينا the perception the perception أي بمعنى اللي هي نظرة الناس النظرة على هذا النوع of this type على هذا النوع أي نوع اللي بنحكي عنه إلنا ساعة قاعدين اللي هو الطب التكميلي اللي هو complimentary medicine أعطوني اسم ثاني غيره اللي هو non conventional treatment ممتاز فالنظرة على هذا النوع من العلاج في الزمنات تلاحظوا أنها كانت إيش كانت بنتقدوها سلبية يعني معظم الأطباء شكاكين فيها والناس اللي بتستشيروهم وهم الشهادات فبيحكينا النظرة على هذا النوع من العلاج الآن of treatment من هذا النوع من العلاج إيش مالها has changed تغيرت حلو الآن تغيرت ليش؟ لأنه استعمل however اللي بتبين لي تناقض استعمل إيش however اللي بتبين لي تناقض فالآن التناقض راح يكون موجود إنه كيف؟ قبل however كان ينتقد الطب التكميلي بعد however الآن بده يبين أنه صار فيه تغيرات ويحكى لنا أنه perception إيش يعني perception؟ يعني النظرة النظرة على هذا النوع من العلاج يعني نظرة الناس على الطب التكميلي has changed تغيرت متى الحكي هذا صار؟ بيحكينا in recent years في السنوات الحديثة يعني قبل 5-6-7-8-10 سنوات الآن نظرة الناس على الطب التكميلي الآن تغيرت كانوا خايفين منها مش متأكدين من فعاليتها الآن الوضع لا يا عمي اختلف تغيرت تغيرين رئيسيات لو سئلت عنهم حيبدوا من هون هذه الأيام أول تغير هاي رقم واحد بيحكي لي العديد من أطباء العائلات العديد من أطباء العائلات المقصود فيها أنه لما عندنا طفل مثلا نسمح الله يمرض في دكتور معين دائما أول ما حد يصير معه مثلا وعكة صحية فورا منذكر اسمه يعني في المنطقة لنا فيها يمكن نسك رح يرفوه الدكتور محمود اول محد والددعى دكتور محمود إذن هذا الدكتور محمود هو يعتبر طبيب العائلة مرجعنا الأول كأول خطوة بعدا هو بيوجهنا روعة مستشفى روعة كذا روعة كذا المقصود فيه طبيب العائلة أو أطباء العائلة الآن يدرسوه أطباء العائلة هذول الأطباء اللي تخرجوا درسوا سنوات عديدة في الطب صاروا الآن يدرسوا مين يدرسوا complimentary medicine صاروا يدرسوا طب مين alongside جنبا إلى جنب يعني مع يعني طب الأطباء أو الأطباء تابعون العائلة صاروا يدرسوا الطب التكميلي مع مين مع إشي اسمه conventional treatment الconventional treatment يا أخواني اللي هو الطب الاعتيادي اللي هو طب الأطباء المقصود فيه طب الأطباء المقصود فيه صح ولا لا معناته الجماعة هون صار يروحوا على الجامعات مو بس عشان يدرسوا كيميا ويحللوا ويعملوا لنا أدوية وريفانين والشغلات هاي لا 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 صار هذا الشي مقرر عندهم آه بلس صار ينزل لهم ثلاث أربع خمس مواد إشي بيحكي عن الأعشاب إشي بيحكي عن الحجامة إشي بيحكي عن الوخص في الإبر ويدرسوهم مع بعضهم البعض يعني طالب الطب ما رح يتخرج من الجامعة غير أنه يكون ماخذ من طب الأطباء مواد ومن طب التكميلي مواد مع بعضهم عشان يطلع عنده كفاءة عالية وهذا الشي واقع وموجود عندنا في الأردن فإذن أول تغيير صار إيش هو؟ أول تغيير إنه العديد من أطباء العائلة بدرسوا الطب التكميلي مع مين؟ مع الـ Conventional Treatment الآن هون ركزوا معاي شوي قبل شوي تعرفنا على هذا المصطلح هذا اللي هون اسمه Non-Conventional Treatment وحكينا Non-Conventional Treatment هو نفسه نفس مين؟ نفس الـ Complementary لاحظوا الآن هون شو حكالي؟ هون Non هنا بدون Non يعني Conventional Treatment فلما يقول لي Conventional Treatment معناته قصده طب الأطباء اللي معها زيادة هي اللي بتكمل اللي معها زيادة هي اللي بتكمل فقصده فيها الطب التكميلي معناته لغاية اللحظة هاي أنا وإياكم اتعرفنا على مسميين للطب التكميلي ومسمى لطب الأطباء المسمى الأول للطب التكميلي هو Complementary Madison اللي هو عنوان القطعة والمسمى الثاني لإلها اللي هو Non-Conventional Treatment المسمى الثاني لطب الأطباء أو أول مسمى تعلمناه لطب الأطباء اللي هو اشي اسمه الـ Conventional اللي معها Non تكميلي اللي مع هاشي Non ما لها قلنا عنها اللي هي قصده فيها طب الأطباء تعلمنا أنا وإياكم في عنا نوعين من أنواع الطب التكميلي أول واحد حكينا الـ Homeopathy اللي هو الطب التجانسي والـ Acupuncture اللي هو الوخز بالإبر ممتاز إذن تعرفت أنا وإياكم على أول تغيير هاي رقم واحد هذا أول تغيير أول تغيير إنه العديد من أطباء العائلة صاروا يدرسوا الطب التكميلي جنبا إلى جنب يعني معه خلاص فش فيها اللي هو ايش مع طب الأطباء تغيير رقم اثنين تغيير رقم اثنين بحكينا many complementary medicine consultants consultants بمعنى مستشارو 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 الطب التكميلي العديد من مستشارو الطب التكميلي ما لهم الآن have يملكوا ايش بيملكوا medical degrees شهادات طبية شهادات طبية إذن صار عنا تغييرين من بعد كلمة however أعطاني أحداث جديدة بنحكي عن زمان زمن التسعينات ثمانينات بغض النظر بهذاك الوقت ما كان معظم الأطباء ما كانوا مقتنعين بفعالية الطب التكميلي والناس لما كانت بدأت تتعالج بالطب التكميلي كانت تستشير ممارس مختص ما مع شهادة لكن recent years في السنوات الحديثة هاي اللي احنا فيها يعني على عصرنا الوضع اختلا في عمي كل شي تغير طب شو صار أول إشي حكينا أطباء العائلة صاروا يدرسوا الطب التكميلي مع مين مع الطب تبعهم طب الأطباء وتغيير رقم اثنين صار إيش صار يحكينا عن إنه معظم اللي هما مستشارو الطب التكميلي صار معهم شهادات فالآن هاي الجزئية اللي هون من عند كلمة تغيرات الآن هاي بدنا نطلع سهم زي هيك ونكتب changes التغيرات اللي صارت changes عشان ما يسألني عنها كمان شوي أعرف فورا كيف أقدر إيش أقدر أطلعها طيب ممتاز 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 حلو الآن هون بيكمل شو بيحكينا بالفقرة الثانية بيحكيلي where as critics الآن critics هون بمعنى النقاد الناس اللي بتنتقد الناس اللي بتحب إنها تعلق بأسلوب انتقادي لأنه مش شرط يكون إشي سلبي ترى الانتقاد أحيان إيجابي لازم يكون فالآن هون بيحكي للمنتقدون الناس اللي بتنتقد used to say اعتادوا أن يقولوا الآن لما يقول لي used to احنا لسه ما أخذنا قاعدة الي used to والبي used to بس الي used to هاي المصطلح اللي هون اعتادوا معنى لما يقول used to معنى تعمل بحكي عن إشي في زمن الماضي فالنقاد اعتادوا أن يقولوا إيش كانوا يقولوا النقاد إيش كانوا ينتقدوا شو كان انتقادهم بيحكوا إنو that there was no لم يكن هنالك لم يكن هنالك scientific evidence evidence بمعنى دليل scientific بمعنى علمي الآن إنو النقاد في الزمنات كانوا يحكوا عمي ما كان في لم يكن هنالك أي دليل علمي طب أي دليل علمي على شو على إنو that non-conventional treatments النن اللي فيها زيادة هي بتكمل فقصده هون عن العلاج التكميلي العلاج التكميلي صح؟ قصده عن complementary medicine هيق قصده فبيحكي إنو ما كان لم يكن هنالك أي دليل علمي إنو العلاج التكميلي actually worked worked هون بمعنى إنو فعال الآن كان حقا فعال حقهم لأنو بهذاك الوقت لما كانوا النقاد ينتقدوا محنا حكينا في بداية القطعة معظم الأطباء كانوا شكاكين بفعالية الطب التكميلي والناس اللي كانوا بدهم يتعالجوا بهذا النوع لهو العلاج التكميلي كانوا يستشيروا أخصة ما معهم شهادات فبناء على الملاحظتين هذول في الزمنات كانوا النقاد يقولوا يا عمي الطب التكميلي ما في دليل علمي يثبت إنو فعال يعني ما في رسالة علمية أو مجلة علمية بتقول إنو المرمية بتعالج ألم البطن هسا حتقول لي أحمد من هي كانت تتعالج يعني أنا عارف بس ما كان في دراسات تثبت الشي هاض وبنحكي بزمان إحنا عم نحكي عن أيام زمان اسمع شو بيكمل Now الآن It is more common إنها أكثر شيوعا يعني متواجدة For medical experts لا خبراء الطب إنها الآن أكثر يعني فعالية وأكثر تواجدا إيش هو اللي أكثر تواجدا إنو المدكول إكسبرتز خبراء الطب بيحكينا ريكيغنيز ريكيغنيز لما يقول لي ريكيغنيز الآن هما يعترفوا بي يعترفوا بي يعترفوا بشو إنه الكنفنشنال ميدسن إنه العلاج اللي هو التكميلي أو عفوا علاج الأطباء كنفنشنال بيقولوا إنه علاج الأطباء may not always ليس من المحتمل أن يكون the only way الطريقة الوحيدة the only way الطريقة الوحيدة الآن لشو to treat an ailment ailment بمعنى مرض اسمعوا ما أجمل السطرين اللي قرأناهم بدأ بيحكينا إنه عندي critics نقاد ما لهم النقاد كانوا يحكوا اعتادوا القول إنه في الطب التكميلي ما في scientific evidence ما في دليل علمي بثبت إنه هو حقا فعال الطب التكميلي ما كانوا متأكدين إنه عن جد بزبط ولا بزبطش ما كانوا متأكدين فكان يحكي لك عمي ما في دليل علمي إحنا بناء على الدلالة العلمية ما في دليل علمي بثبت إنه الأعشاب أو الوخز بالإبر عن جد إشي فعال تمام تمام الآن الأيام هاي بيحكي إنه أكثر شيوعا يعني متعارف عليه إيش والمتعارف عليه إنه اللي هما خبراء الطب خبراء الطب ما لهم خبراء الطب بيعترفوا شو قالوا خبراء الطب هذول الأطباء شو بيقولوا خبراء الطب الآن بيحكي لك عمي صلوا عن نبي هسا الكنفنشنل مدسن اللي هو طب الأطباء الأدوية وما أدوية والمستشفيات ماي نت أولويز بي مش بالضرورة إنها دائما تكون الخيار الوحيد لعلاج أي مرض مش بالضرورة كيف يعني؟ يعني مثلا مثلا نحكي على أيامنا الآن هسا أنا بطني بوجعني أخذت برد معين هسا لو أروح أنا لو أروح أنا على الطبيب ممكن يعطيني دواء معين لكن هذا الدواء اللي أعطاني إياه مش بالضرورة يكون هو الحل الوحيد لعلاج ألم البطن اللي معاي إيش قصده هون؟ كأنه بالعقل عم بمدح الطب التكميلي يعني مش بالضرورة هو الحل الوحيد يعني ممكن من خلال الطب التكميلي يعطيني ميرمية وتعالج بطني فبالتالي هون عم بطريقة غير مباشرة عم يحكي لي أنه الطب التكميلي كمان هو إيش فعال كمان هو الآن لأنه حكى الآن هاي الأيام حكى لي فعال بس ما أقال لي ها طريقة مباشرة حكى لي أنه مش بالضرورة طب الأطباء هو الوحيد يعني ممكن أستعين أنا بالطب التكميلي شوي حسب نوع المرض طبعا لأنه أكيد الطب التكميلي رح نكتشف كمان شوي أنه ما بيقدر يعالج كل أنواع الأمراض أكيد وهسا رح نشوف أدلة على هذا الحكي فمبدئيا بيحكي لي أنه الكنفنشنل ميدسن طب الأطباء هاي كنفنشنل بدون النن اللي معها النن هي التكميلي فبيحكي أنه طب الأطباء مش بالضرورة دائما أن يكون الأنلي وي الطريقة الوحيدة تتريت بمعنى ليعالج أي مرض مش بالضرورة حكي أنا أنا ممكن بطني بوجه يعني ماخذ برد أوكي صح فيه دواء معين بقدر أشتريه من الصيدلية بناء على استشارة الطبيب بس مش هذا الحل الوحيد يعني أوكي بيعالج بس فيه كمان حلول بديلة وين موجودة؟ عند الطب التكميلي اللي هي أعشاب ممكن تكون في هيك قصده فيها فبيكمل هون شو بيحكي لنا؟ الآن بيحكي لنا في عيادة بمعنى عيادة بعرف أنه معناها عملية جراحية لكن هون تأتي بمعنى عيادة في عيادة موجودة وين؟ بلندن تمام؟ بيحكي لنا داخل العيادة 70% من المرضى 70% من المرضى who were offered تم العرض لهم عرضوا عليهم دخلت أنا ومجموعة من الناس الآن لقينا 100 مريض في عيادة موجودة في لندن ف70% منهم قلنا لهم تعالوا الآن يا 70% اللي هم يعني بشكله 71 فقلنا لهم تعالوا بدنا نعرض عليكم الآن عرض معين إحنا إيش هو العرض؟ تعالوا نشوف العرض كان أنهم الخيار ما بين بدنا إياهم يختاروا بين إشي اسمه herbal وإشي اسمه conventional اللي هو medicine for common complaints الآن نوقف هون شوي دخلت أنا الآن على عيادة بدي أعمل بحث معين بدي أخلص سلافة إنه هل الطب الأطباء أحسن من الطب التكميلي ولا اثنيناتهم أحسن من بعض ولا بيساون بعض ولا بيكملوا بعض هسا بنشوف فدخلت على عيادة في لندن فشو بقول لا المرضى اللي لقيت هناك عشرة مرضى عشرة خلنا نحكي خلينا نخفف الرقم لأن عشرة جيت عليهم قلت لهم يا إخوان أنا بدي أعمل إيش بدي أعمل اللي هو استشارة معينة معاكم وبدي أعرض عليكم عرض فالآن 70% منهم يعني سبع أشخاص من أصل العشرة حكوا لي طيب يلا تعال إيش بدك قلت لهم اسموا علي أنا الآن بدي أعمل الآن اللي هو أخيركم بين طريقتين علاج الآن طبيعة الأمراض اللي عندكم هي أمراض common complaints إيش قصدو بي common complaints يعني أمراض اللي هي الشائعة الأمراض المتعرفة عليها يعني الأمراض المو خطيرة يعني زي صداع زي أرق زي إرهاق زي اضطرابات نوم زي مثلا التهاب مفاصل الأمور هاي اللي اللي ما تحتاج إلى عمليات ولا تحتاج إلى غرف جراحة والأمور هاي كلها أمراض عادية صداع نصفي والشغلات هاي فقلت لهم تعالوا أنتو معاكم أمراض الآن الأمراض المتعارفة عليها فأنا بدي أعرض عليكم الآن يا إما تتعالج بإشي اسمه وهو المقصود فيه طب الأعشاب اللي هو النوع الثالث من أنواع الطب التكميلي هسا بنحطها ثواني شوي يا بأعالجكم بأعشاب يا إما بتتعالجوا بالconventional medicine اللي هو طب الأطباء يعني أعطيك دواء من صيدلية واللي أعطيك عشبة تتعالج عليها هيك حرفيا صار فالآن بعد ما حكا لهم زي هيك أنا بدي أعطيكم الخيار لإني أعالجكم إما بأعشاب أو اللي هو طب الأطباء لأمراض متعارف عليها أمراض زي شو؟ insomnia اللي هو الأرق arthritis نقطة رقم 2 أنواع الأمراض الشائعة هاي أنواع الأمراض الشائعة النوع الأول insomnia أرق النوع الثاني arthritis arthritis اللي هو إيش التهاب المفاصل وإيش اسمه migraines اللي هو الصداع النصفي هاي ثلاث أنواع في كمان أنواع ثانية رح نذكرها بس مبدئيا عندي ثلاث أنواع من الأمراض الشائعة إيش هما؟ insomnia أرق arthritis التهاب المفاصل واللي هو ما شايفها؟ اللي هي migraines اللي هي الصداع النصفي الآن هذول السبع مرضى اللي أنا شفتهم كان معاهم شغلات زي هيك الشغلات هاي ما بتطلب عمليات جراحية وأخصاء وأبصرش ولا لا لا عادي تعالوا يا عمي حابين تأخذوا عشبة ولا حابين تأخذوا دواء فالآن شو بيحكيلي؟ بيحكيلي الآن migraines اختاروا السبعين في المية اختاروا إيش؟ الهربل راميدي الهربل راميدي اللي هو التداوي بالأعشاب اللي هو نقطة رقم ثلاث النوع الثالث من أنواع الطب التكميلي هيك خلصنا أنواع الطب التكميلي أنا وياكم لأنه قلنا من البداية هم ثلاث النوع الأول هوميوباثي طب تجانسي أكيوبنشر واخص بالإبر هربل هربل راميدي تداوي بالأعشاب هذول الثلاث إخواني هم ثلاث أنواع من أنواع مين؟ اللي هو الطب التكميلي يعني يعني ممتاز هذول الثلاث هما ممتاز الآن بيكمل بعد ما إحنا جبنا السبع أشخاص تمام وعرضنا عليهم الآن وافقوا قالوا أحمد إبشر خلص يلا بدنا نأخذ الأعشاب بدأ شوف شو يطلع من وراء الأعشاب هاي تمام هسا بدنا نشوف نتائج هذا البحث نتائج الشي اللي أنا عرضتوا عليهم شو بيحكي لي بيحكي لي 50% of patients 50% من المرضى من السبعة نصهم نصهم هذول السبعة الآن قالوا that the treatment helped إنه العلاج ساعد العلاج ساعد أي علاج العلاج اللي اختاروه إيش هو اللي هو الherbal remedy الآن بيقول لي ساعد والله العظيم خفف يا زمان عن جد العشب اللي اعطتنا إياها والله خففت من الأرق ممكن خففت من الالتهاب المفاصل وممكن خففت من الصداع النصفي فبالتالي الآن هذول بيقول لك والله ساعدت السبعة نصهم قالوا عمي والله خفف يا إنه راح يا إنه إيش خفف الألم طيب تمام بيكمل بيحكي لي بعديها one doctor said عنا طبيب حكى إيش قال الطبيب هذ هذا الطبيب يا إخواني حكى شغلة حلوة إيش هي بيقول لك now الآن I know أنا الآن consider أعتبر الآن هذا طبيب طبيب هذا اللي دارس سبعة وثمانة وعشر سنوات تمام بيحكي لنا I know consider أنا الآن أعتبر اللي هو الهميوباثي اللي هو الطب التجانسي اللي هو نوع من أنواع الطب التكميلي فاللي بيقصد فيه الدكتور إنه بيقول أنا الآن أعتبر الهميوباثي يعني أعتبر الطب التكميلي قصده في الطب التكميلي to be أن يكون available option خيار فعال خيار ممتاز هذا الطبيب هذا اللي دارس هذا اللي اللي بالزمنات كانوا يشكوا في فعالية الطب التكميلي الآن شو بيقول أنا الآن أنا أعتبر الهميوباثي أنا أعتبر الطب التكميلي يعني to be available option أنه خيار كثير ممتاز خيار فعال for many different conditions للعديد من conditions هون مقصود فيها الأمراض الأمراض المختلفة الأمراض المختلفة شوفوا الآن الحكمة في الحكي كيف هو ما راح يقول لنا والله والله الطب التكميلي هو خلص هو الخيار الوحيد لا هو بيقول لك أنا أعتبره خيار فعال لبعض الأمراض أو العديد من الأمراض المختلفة زي شو بيحكيلي anxiety هاي رقم أربعة الآن نكتبه بالإنجليزي الآن عندي واحد قلنا insomnia arthritis migraines anxiety depression هاي خمسة اللي هو الاكتئاب depression الاكتئاب و certain allergies رقم ستة اللي هو الحساسية معنا تصار عندي ست أمراض شائعة ست أمراض شائعة بإمكاننا نداويها ونعالجها باستعمال الطب التكميلي نذكرهم مع بعض يلا اطلعوا معاي insomnia arthritis migraines anxiety الآن depression وفي النهاية اللي هي certain allergies certain معناها بعض الحساسيات يعني مش كل إخواني مش كل الحساسيات ترى الأمور هاي الأمور هاي مو قليلة يعني فوق في البداية كنت أحكي هل كانوا كل الأطباء شككين لا كان معظم الأطباء في الوزارة ممكن تلاعب بأسئلة زي هك عادي مش بتضرق بقولك تعالي عمان دي شوف طالب فاهم اللي مش فاهم القطعة لأن بكون كاتب لك صح وغلط كل الأطباء كانوا شككين بفعالية الطب التكميلي كل الأطباء لا مو كلهم مو عظم الأطباء صح أو لا هون نفس الشيء ممكن يقولنا تعالي عمي الطب التكميلي بيعالج كل أنواع الحساسية لا 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 مش كلهم بعضهم طيب ممتاز الآن بيحكينا هون it provides إنها تقدم تعطي it provides إنها تعطي مين هي اللي إنها تعطي هسا راح نشوف إنها تعطي another option خيار آخر تعطينا خيار ثاني هي بتزودنا بتعطينا في خيار ثاني عندما وين عندما conventional medicine طب الأطباء طب الأطباء does not address does not address the problem adequately الآن does not address بمعنى لا يشخص لا يشخص المشكلة الآن adequately بشكل دقيق بشكل صحيح بشكل دقيق معنات إخواني الفكرة وين مين هو اللي بعطينا خيار ثاني لما طب الأطباء ما بيشخص الحالة بشكل صحيح أو دقيق مين هو ما ظلش غيره طب التكميلي ما أنا بقول لك لما الطب الأطباء ما بيشخص يعني يعني طب الأطباء مو كافي إنه يعالج مشكلة معينة معناتو بيجي الطب التكميلي وبيزودنا بخيار آخر يعني يعتبر الطب التكميلي هو خيار إيش خيار آخر ليساعد يعني شوف الجملة هاي مو قليلة كأنه بطريقة أو ما برضو كمان غير مباشرة كأنه بيحكي يعني كأنهم بيكملوا بعض وهذا الشيء راح نشوف هسه في نهاية الفقرة كأنه بيحكي نعم بيكملوا بعض فتكملتهم لبعض اختصر ليها بسلوب غير مباشر بيحكيلي إنها تُعطي مين هي اللي أنها تُعطي اللي هي الكومبيليمنتري مبيسين اللي هي الكومبيليمنتري ايش مدسين اللي هو نفسه نون كينفنشنال مدسين الكمبيونتري ميدسين ونون كينفنشنال مدسين أو تريتمين بيعطي خيار آخر لما طب الأطباء ما بيقدر يشخص لا يستطيع أن يشخص مشكلة بشكل دقيق adequately طبعا كلمة adequately اللي هون انتهت ب-L-Y لما ندخل في الوحدة الرابعة راح نشوف انه نهاية ال-Y هي نهاية ظروف فأي كلمة تنتهي ب-L-Y تعتبر ظرف باستثناء كلمة اللي هي كلمة friendly كلمة friendly تنتهي ب-L-Y لكن حالة شادة تعتبر صفة تعتبر صفة بنحكي فيها لما نيجيها ان شاء الله however وبالرغم من هذا الحكي لاحظ انه في الجملة هاي وفي الجزئية اللي هون عن الدكتور شو قال وعن الجزئية هون لما رحنا على العيادة اللي في لندن في الثلاث جزئيات عم نمدح الطب التكميلي صح عم بنقول ان الطب التكميلي اشي كثير حلو يعني عم نحاول نقنع القارئ في العصر اللي احنا فيه ان الطب التكميلي ممتاز ما في عليه اي غبار فانحنا بدناش نرفع مستوى اللي هي خلنحكي ثقتنا في الطب التكميلي لان الطب التكميلي لا يعالج كل شيء صح؟ صح كنا نمدح في الطب التكميلي الان بيقوللي however اللي وظيفتها ايش قلنا opposition فلما اقول however يا اخواني معناته الان ده بيين تناقض الان بدي نوعا ما ابين اشي عكس الشي اللي كنا نحكيه كنا نمدح الان بدنا نذم من الاخير بيحكيلي complimentary medicine الطب التكميلي ما له cannot be used لا يمكن استعماله for all medical treatments لكل العلاجات الطبية اذا هاي اول انتقاد هاي انتقاد رقم واحد انه الطب التكميلي لا يمكن استعماله لكل اللي هو ايش العلاجات الطبية نقطة رقم اثنين شو بيحكيلي هون it can never substitute لا يمكن ان تستبدل مين هي اللي لا يمكن ان تستبدل اللي هو الطب التكميلي لا يمكن ان يستبدل يستبدل فالطب التكميلي اخواني واخواتي لا يمكن ان يحل محل يعني مستحيل انه يبدل لا يمكن ان يحل محل substitute لا يمكن ان يحل محل مين اللي هي المطاعيم يعني التلاقيح المقصود فيها المطاعيم يعني إحنا كأطفال أخذنا مطاعيم كثيرة مثلا مطعم معين ضد الجدري أروح أقول لا لا يجب أن تعطوه شيء أروح أعطي مثلا أعطيه شوية مرمية وخلص ما رح يجي الجدري مش منطق فطب الأعشاب وطب اللي هو الهوميوباثي والأكيوبنشر ولا يمكن أنه يحل محل التلاقيح فهذا دليل آخر بثبت إنه إيش؟ إنه الطب التكميلي ولا يمكن يكون هو الخيار الوحيد ولا يمكن فالآن اللي هو الطب التكميلي ولا يمكن إنه يحل محل أو يستبدل اللي هو مين التلاقيح طب ليش يا أحمد؟ مضرور يعرف ليش إنه في سؤال عليها ليش الطب التكميلي ولا يمكن يحل محل اللي هي إيش؟ المطاعيم ليش؟ لأنه الطب التكميلي الاتهاي عائدة على الطب التكميلي will not لن produce بمعنى ينتج الطب التكميلي العشبة اللي بدا استعملها ولا يمكن انها تنتج اشي اسمه مضادات الان حيوية anti-bodies ولا يمكن انها تنتج اللي هي antibodies بمعنى مضادات حيوية واجسام مضادة المرمية ما رح تنتج جسم مضاد يحمينا من امراض في المستقبل هاي نقطة فعشان هيك دائما وابدا بنقول انه الطب التكميلي ولا يمكن يحل محل الطب اللي هو عفوا اللي هو التلاقيح اللي هي المطاعيم السبب لانه الطب التكميلي ولا يمكن يقدر ينتج produce بمعنى ينتج اجسام مضادة الان anti-bodies اجسام مضادة والمحتاجة اللي هي الاجسام المضادة التي نحتاجها to protect against childhood diseases لتحمينا ضد لتحمينا من لتحمينا ضد امراض الطفولة لتحمينا من ايش امراض الطفولة اذا مرة ثانية حكالي وبالرغم من هذا الحكي complimentary medicine ولا يمكن ولا يمكن انه نستعمله لا ايش لكل medical treatments لكل العلاجات الطبية ولا يمكن هاي نقطة اكبر دليل على ذلك evidence دليل evidence بمعنى دليل على هذا الحق اللي انا بحكيه انه الطب التكميلي ولا يمكن يحل محل المطاعيم ولا يمكن احمل المطعوم واخذ محله عشبة ولا اخذ محله كهسات صينية اكيد لا طب ليش لانه العشبة والكاسات الصينية هاي will not لن تنتج اجسام مضادة المحتاجة لتحمينها من امراض الطفولة childhood بمعنى الطفولة و diseases اللي هي الامراض ممتاز بكمل بيقول it also cannot لساتنا بنحكي عم ننتقد مين اللي هو الطب التكميلي it عائدة على مين على complimentary medicine it also cannot be used لا يمكن استعمالها لا يمكن استعمالها to protect against malaria لا يمكن استعمالها للوقاية من مرض المالاريا الله يبعدنا عنه فبالتالي اخواني هاي عندي ثلاث ذلائل او ثلاث شغلات تثبت لي انا وياكم انه الطب التكميلي مش الخيار الوحيد يعني ما بقدر استعمل الطب التكميلي لعالج كل الامراض الطبية الان السبب في عندي سببين اول سبب الان ما بقدر ما بقدر الطب التكميلي ان يحل محل اللي هو اللقاحات ليش لانه الطب التكميلي ما بنتج اجسام مضادة تحمينا من امراض الطفولة هاي نقطة نقطة رقم اثنين انا ما بقدر استعمل الطب التكميلي اللي هو الاعشاب والوخص بالابر عشان يحمي من مرض الملاريا فبالتالي هاي اسباب مقنعة الان بتخلينا نعرف انه الطب التكميلي مش خيار وحيد قبل شوي حكالنا الطب الأطباء مش خيار وحيد حكالنا الان الطب التكميلي مش خيار وحيد هسا شو بدي يحكينا كلاهما مع بعض هو الافضل يعني مع بعض بكملوا بعض تعالوا نشوف كيف بحكيلي الان في طبيب حكى هذا طبيب ثاني غير الطبيب الأولاني هذا طبيب ثاني بحكينا اي ويل اولويز ترن تو انا سوف الان اولويز ترن تو بحكينا الطبيب هذا انا سوف او انا دائما سوف الجأ الى ترن تو بمعنى الجأ الى الطبيب هذا رح يلجأ لشو للعلاج من طب الأطباء يعني بقولك انا لو صار معاي اشي معين لسمح الله حادث سيارة ضربتني فانا وقعت على الارض اول ما اقوم اوقف على حيلي ما رح اقول اه هاتلك مثلا كاسة ببونج لا بقولك انا سوف الجأ الى طب الأطباء في البداية طب ليش لازم يلجأ لطب الأطباء في البداية to ensure للتأكد من ايش للتأكد انه no underlying condition is missed no underlying condition is missed ايش قصده بno underlying condition لان condition بمعنى اعراض اعراض مرضية يعني قصده انه ما يكون في اعراض مرضية مخفية الان مش شايفها كيف يعني الان اخواني وخواتي ممكن ضربة بسيطة لا سمح الله تضربنا السيارة ضربة بسيطة لان هاي الضربة البسيطة ممكن تعمل نزيف داخلي واحنا مش عارفين صح هذه انا قومت ع رجلي وهيني بحكي معاك والله الامور تمام الحمدل على سلامتك خلاص الله يعطيك العافية واروح اكمل مشواري بس وانا مش داري ممكن في نزيف داخلي عم بيسير ربع ساعة اول اشي لازم ألجأ له ألجأ للطبيب السبب عشان اي اعراض مرضية مخفية underlying conditions اعراض مرضية مخفية ما تكون ايش راحت عنا از مست زي ما صار مع اللي اندعس قام على حيله وراح ومو عارف انه معاه نزيف فهذا ايش الاعراض المرضي اللي مختفي الان هو ما ما كان عارف فيه فادى الى وفاته او اشي زي هيك وبيكمل بيقول however وبرغم من هذا الحكي الايديا فكرة الطب التكميلي فكرة الطب او العلاجات التكميلية is no longer an alien انها ليست بشي غريب بشي ايش بشي غريب الان ليست بشي غريب طيب حلو يعني حكالنا انه اول اشي لازم يلجأ للطب الاطباء وبرجع بيحكي لنا عمي طب التكميلي بطل اشي غريب concept بمعنى مفهوم concept بمعنى مفهوم فالطب التكميلي صار مفهوم يعني بطل بالمفهوم الغريب زمان زمان كنا نشوفوا اشي غريب علينا لانه لا يدرس في الجامعات واللي بيحكوا فيه واللي بيعطوا الان ارشادات فيه معهم الشهادات بس هسه في الايام الحالية بطل المفهوم هذ غريب علينا طب التكميلي صار جزء لا يتجزأ من ايش من الطب اللي هو ايش الاطباء فبيكمل in my opinion وبرأيي الشخصي رأيي مين الشخصي اللي هو الone doctor الان برأيي الشخصي it should work يجب ان تعمل مين هي اللي يجب ان تعمل اللي هو الكمplementary treatments يجب ان تعمل alongside جنبا الى جنب جنبا الى جنب اللي هو الطب التكميلي لازم يعمل جنبا الى جنب مع ايش مع المودرن مادسن اللي هو الطب الحديث الطب الحديث ايش قصدو بالطب الحديث قصدو فيو الكنفنشنل صح قصدو فيو الكنفنشنل مادسن قصدو فيو طب الاطباء يعني فالان مودرن وكنفنشنل صار عنا مسميين لطب الاطباء صار عندي مسميين لطب الاطباء اللي هما كينفنشنل تريتمينت وعندي اشي اسمه المودرن اللي هو ايش مادسن فبرجع بيقول هون انه يجب ان يعمل جنبا الى جنب من هو الي يجب ان يعمل جنبا الى جنب اللي هو العلاجات التكميلية تعمل جنبا الى جنب مع مين؟ مع الطب الحديث اللي هو طب الاطباء ونط against it وليس ضده ليس ضد مين قصده ضد مين ضد طب الاطباء يعني خلاصة الحكي برأي الطبيب بيقولك عمي الطب الحديث لازم يكون شغال جنبا إلى جنب مع الطب طب الأطباء ما لازم يكون ضد مين قصده ضد طب الأطباء فالضمير اللي هون بيكون عائد على اللي هو الكونفنشنال وممكن نحكي اللي هو اللي هو الداكترز قصده عن إيش قصده عن الأطباء الداكترز قصده فيها عن نين عن الأطباء تمام الآن خلاصة الحكي إخواني الآن بدنا نراجع أفكار القطعة ندرس الكلمات اللي حطناها نحفظ المعاني أهم إشي عشان نقدر أنا وإياكم نروح نطلع نحلل الأسئلة إن شاء الله وتكون أمورنا تمام شو ملف فدار بتظلها قطعة وعليها أكمن سؤال والقطعة قدام عيوننا كل رأس ما لها بنطلع الإجابة وبنكتبها ونكون فهمين السؤال الله يعطيكم الصحة والعافية رب طلابي وموفقين إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشوفكم في الفيديو لبعده إن شاء الله اشتركوا في القناة